أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم راتب البرود من قناة سيلفي سبوت فيديو اليوم سيكون عبارة عن نشرة أخبارية عن أبرز وأهم الأخبار عن الدور الإيطالي بالفترة الماضية يعني آخر 3-4-5 أيام دعونا نقول قبل ما تدخل تفاصيل الفيديو حبيب أذكركم أنكم تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وكما أنكم تشتركوا بقناة سيلفي سبوت وتفعلوا الجرس لكي نوصلكم كل جديد وكما أطلب منكم طلب بسيط والذي هو أنه تقترحوا علي أفكار لفيديوهات بالفترة القادمة كما أنتعطوني رأيكم بهذا الفيديو أو بهذه الفقرة خلينا نقول هي أنه مثلا نعمل أو نجمع عدد من الأخبار المهمة عن الاندي الإيطالي أو عن الدور الإيطالي بعدين نعمل تعليق بسيط مثل ما هلا حيث يصير بهذا الفيديو وهلا أعطون الإنترو اللي ندخل بالتفاصيل الخبر الأول من لاغازيتا بقول أنه لاتسو بدأ جدد عقد مدربه إنزاقي طبعا هالقرار سليم وبصالح لاتسو بنسبة 100% إنزاقي مدرب كبير أثبت وجوده وهلا عم يقود الفريق من المنافس على الدور الإيطالي جاب معهم كأس إيطاليا أو كأس السوبر عفوا الإيطالي الشتاء الماضي يعني ببساطة هالقرار بصالح نادي لاتسو بس هالقرار هو بصالح إنزاقي أنا صراحة بشك بهالشي أولا ما بتوقع أنه لاتسو ممكن يقدم مشروع أو ضمانات لمشروع طويل الأمد لإنزاقي وطبعا هالشي يعني ببداية بيبدأ بالحفاظ على النجوم وكمان بشراء أو تدعيم الفريق نوعا ما بنادي لاتسو بمداخل نادي لاتسو بدخل نادي لاتسو السنوي صعب جدا تحافظ على نجوم مثل سافيتش ولويس ألبيرتو وحتى ممكن إموبيلي حيكون صعب الحفاظ عليه في قدة نجوم صغار بالعمر خلينا نقول أو ممكن لسا ينتقلوا على فريق أكبر فأنا بشوف أنه صعب جدا نبكو مع لاتسو وأنا بشوف أنه البقاء بمصلحة نادي لاتسو بس مو بمصلحة إنزاقي الخبر الثاني من السكاي بقول أنه فونيسكا مدرب نادي روما لحيعمل المستحيل أو هو لأنه لحيعمل كل شيء للحفاظ على المدافع سمولينج اللي إجابي أعارجها في ماشيستر وناتد ماشيستر وناتد يطالب بـ 25 مليون يورو مقابل اللاعب خاصة بعد دخول ميلان وأرسلان على الخط بس روما عمشوف أنه هذا المبلغ مبالغ فيه وأنا ممكن أتفهم إدارة روما بنقطة أنه مبالغ فيه لأنه اللاعب الموسم الماضي كان سعره بين 10 و 15 مليون يورو بس مع أنه ممكن يكون مع روما حق وأنه المبلغ مبالغ فيه نوعا ما بس سمولينج بسهل هل 25 مليون يورو لأنه قدم أداء أكثر من رائع مع روما غطى غياب أو رحيل مانولاس يعني ما حدا منتبه أنه مانولاس خرج من روما مانولاس اللي كان هو واحد من أهم مدافع روما بالسنوات الأخيرة فمشان هيك أنا مع الحفاظ على سمولينج حتى لو كلفت الصفقة 25 مليون يورو الخبر الثالث من الكالتش مركاتو بقول أنه الانتر مستعد لبيع سكرينيار بأي مبلغ يتجاوز 70 مليون يورو صراحة مبلغ 70 مليون يورو مبلغ صعب جدا أنك ترفضه الموضوع صراحة صعب جدا لأنه المبلغ كتير كبير وأكيد لحيفيد خزائن الانتر بس السؤال كونتي بخطة ثلاث قلوب دفاع وثلاث مدافعين ماذا لهم يلعب؟ خاصة مع تقدم جودين بالعمر جودين صعب جدا أنه يخدمك موسم كامل للموسم القادم فبيبقى عندك ديفري وباستوني باستوني مدافع جيد جدا ممكن تعتمد عليك أساسي بس المدافع الثالث المفروض يكون سكرينيار مفروض يكون لعبة شخصية كبيرة أو خلينا نقول بخبرة نوعا ما صح سكرينيار لسه ما عنده الخبرة العظيمة بس اللاعب صر له موسمين أو ثلاثة أساسي وبيضل خبرته أحسن من باستوني فيبقى السؤال أنه فينا نربط بين اهتمام الانتر بكامبولا من فيرونا المدافع الشاب صاحب العشرين سنة بخروج سكرينيار معقول هاللاعب كامبولا يكون هو معاود سكرينيار أم أن الانتر يريد التعاقد معه كتعويض لجودين وتقدمه المستمر أو تقدمه بالعمر يعني طبيعي ديكبر اللاعب وصعب جدا يخدمك سنة ثانية أو طول الموسم فهي أسئلة للأمانة صعب جدا أنه نجاوب عليها بالوقت الحالي الخبر الرابع من عدة صحف إيطالية وحتى إسبانية عم تقول أنه الميلان مهتمت بتعاقد مع يوفيتش وأنه يوفيتش هو لاعب مشجع للميلان منذ الصغر وكمان أنه ريبيتش سيلعب دور كبير بقدوم يوفيتش أو بإقناع يوفيتش بالقدوم للميلان هل أنا مع الصفقة بدون أدنى شك نعم ثنائية ريبيتش ويوفيتش أيام فرانكفورت كانت أكثر من رائعة بس السؤال يبقى ما هي إمكانية حدوث هذه الصفقة كإعارة جافة أو حتى إعارة مع إلزم أو إعارة مع حقية الشراء مقابل 50-60 مليون أو إنه إعارة مع إمكانية إعادة الشراء من الريال مدريد بمبلغ معقول نوعا ما بالمستقبل فهي كلها صيغ أنا بتوقع ممكن تتم الصفقة بس بأحد هاي الصيغ أما فكرة أنه ميلان يتعاقد مع اللاعب فهي الشي شبه مستحيل أولا ريال مدريد صعب جدا يتخلى عن اللاعب بعد ما دفع فيه مبلغ يتجاوز 60 مليون يورو ثاني شي اللاعب لسه صغير وممكن يتقلق وممكن تكون مشاكله بس مشاكل تأقلم لا أكثر والسبب الثالث أنه الميلان بالأصل مستحيل أو ماله بوضع مالي جيد أنه يدفع 60 أو 50 مليون يورو بمهاجن فمثل ما قلت أنا قبل أنا مع الصفقة وبتوقع إذا ممكن تصير فهي تصير بأحد الصيغ الإعارة الجافة أو مع حقية استعادة الشراء إعادة الشراء أو إعارة مع حقية الشراء مقابل 50 مليون أو مبلغ كبير يعني أما مثل ما عم قولوا الصحافة أنه الميلان مستعد لتقديم 30 مليون 35 مليون هاي الصيغ كلها صعب جدا أنها تصير الخبر الخامس من الصحفي أغريستي اللي بقول أنه سيتي جدد اهتمامه ببنوتشي صراحة أنا مع مفهم أن ديت إنجلترا نهائيا هاي المرة المليون اللي بيهتموا فيها ببنوتشي يا حبابي أن ديت إنجلترا حتى إذا اليوفي وافق أنه بنوتشي يخرج أو أنه يترك بنوتشي فبنوتشي ما لح يطلع بره إيطاليا بنوتشي ما لح يطلع بره إيطاليا ومشان ابنه ومشان عائلته واللاعب بشكل عام قال أكثر من مرة أنه بيرفض فكرة اللعب خارج إيطاليا ولما طلع من يوفينتوس كان بإمكانه يروح لأي نادي بأوربا أو خلينا نقول لـ 80% من الانديا الكبيرة بأوربا ومنها ما شسر سيتي ومنها ما شسر وينايتي وكان ممكن يروح له بسهولة ممكن فينا نقول ياخد راتب أكبر من اللي أخده مع الميلان وما هيك فضل البقاء بإيطاليا وانتقل لميلان بعرف السبب كان ابنه ما بعرف الأصراحة إذا ابنه تعافق أو لسه بس مع هيك فنوتشي ما لاح يطلع برأ إيطاليا وبشأن عودة الكالتشو حسب الصحف حسين ياسين طبعا كلنا منعرفوا صحف بيئن سبورت المختص بالشؤون الإيطالية أنه أندية الكالتشو كلها جاهزة للعودة بـ 13 شهر 6 للبدء من جديد أو من اللعب من جديد والتدريبات ممكن ترجع بـ 18 شهر الحالي بس لحد اللحظة في أنديا مثل سبال وبارما عم ترفض العودة للتدريبات قبل ما يتم إصدار قواعد معينة وبروتوكول صحي معينة فهلا وصلنا إلى نهاية الفيديو بمنامات ستشتركوا بالقناة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء في فيديو جديد